ليس من المنطقي أن ننكر دور الرياضة الذي غالبا ما تنجح في تحقيقه عما أخفقت فيه السياسة من المشهد التاريخي الذي شهدته بيونج تشانج اليوم حيث انطلاقة الأولمبياد الشتوي نستهل معكم مستمعين حلقة الليلة ونرحب بكم أينما كنتم كان مشهد أقل ما يمكن أن يقال عنه إنه تاريخي الكوريتان الشمالية والجنوبية تحت علم واحد في الافتتاح وهو علم المنافسة تحت مظلة الألعاب الأولمبية وفي حفل الافتتاح الذي شهدته بيونج تشانج الكورية الجنوبية تحدث توماس بخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية عن أهمية تحلي الرياضيين بالمواثيق الأولمبية والتي تحث الرياضيين على إلهام متابعهم من خلال التحلي بالروح الرياضية فلنستمع أعزائي الرياضيين هذا هو دوركم ستكون هذه المنافسات لحياتكم بأكملها على مدار الأيام المقبلة العالم بأكمله سيتطلع إلى إلهام من جانبكم أنتم من ستلهموننا للعيش بسلام ورغم كل اختلافتنا ستكونون إلهاما من خلال منافستكم بشرف من خلال المواثيق الأولمبية التميز والاحترام واللعب النظيف وستستمتعون بما تقومون به من أداء بقدر التزامكم بالقوانين واللعب النظيف وحينها ستتحول منافستكم إلى ذكريات مستحقة للعب أولمبي حقيقي توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية متحدثاً في افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونج شانج ترجمة نانسي قنقر